ننتخل بقى لعام 1945 انتهى بناء حمام السباحة واقترب موعد افتتاحه وتقرر انه يكون يوم الافتتاح 15 مايو سنة 1945 وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احمد عبود باشا اتبرع بربع تلاف جنيه عشان يتم تطوير حمام السباحة قبل افتتاحه وعمل مختص للعبة الخطس عشان يوصل تبرعه لانشاء حمام السباحة ل7000 جنيه غير 3000 جنيه اللي وزارة الشؤون الاجتماعية سامت بيها يعني اجمالي المبلغ كله 10,000 جنيه لكن وصلت تكلفة الحمام قبل الافتتاح الى 13,000 جنيه وكان ايه السبب وكان السبب غلاء مواد البناء والحديد بصورة كبيرة ليه بسبب الحرب العالمية التانية اللي بدأت قبل 6 سنين ف1939 وانتهت في سبتمبر عام 1945 والفرق في الاسعار ده ساهم بيه بعض اعضاء النادي الاهلي وبدأ النادي الاهلي في قبول طلبات الاشتراك في حمام السباحة وكان الاقبال هايل من طلبة الجامعة والهيئات المختلفة وكان فيه اتفاق بينص على ان وزارة الشؤون الاجتماعية بتساهم في بناء حمام السباحة بشرط تخصيص بعض الايام علشان الطلبة يمرسوا فيها السباحة طب ما هو النادي اساسا طبقا لقانونه بيقبل عضوية طلبة الجامعة باشتراكات مخفضة ده غير ان الهيئات لها اشتراك مخفض يعني الطلبة والموظفين والطبقات الشعبية بتدخل النادي اذا هدف وزارة الشؤون الاجتماعية متحقق بالفعل في النادي الاهلي يبقى ايه لازم التخصيص بعض الايام لتحقيق هدف متحقق فعلا في كل الايام فكان قرار مجلس ادارة الاهلي بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية